قلت أنا عايز أرجع الدكتورس دعاء على مسألة بمسألة العلوم البشرين كانت ناقشنا في ده في الفصل شوية هي مش عاوزين نوجه الولاد لحاجة بعيدا عن الشغف بس كمان بنعود نفكر أنا بقى هنا أب فعود أفكر وانا كمان عاوز الولاد يخشوا كلية تضمن لهم شغل كويس ومحترم وبالتالي دخل كويس ومحترم تبقى مبقى للمتطلبات اللي جوه مصر أو المنطقة كلها أو الدنيا إلى آخره ولا إيه؟ هو طبعا في مجالات يعني لو إحنا بنتكلم كده في العموم هنقول آه فعلا في مجالات مطلوبة جدا ولكن زي ما كنت بقول لحضرك أنا مش عايزة أوجه وأتكلم وأقول للناس ده أحسن من ده أو ده مش أحسن من ده ولكن خليني أقول أكيد أكيد كل ما له علاقة بالتكنولوجيا كل ما له علاقة بإدارة المعلومات كل ما له علاقة بتغير المناخي التنمية الطاقة المتجددة يعني ده كلها حاجات ومجالات إحنا شايفين إحنا العالم كله ماشي ليها وإحنا كمان ماشيين فيها وعندنا الكوب 27 اللي هي فقر ماشيين في شهر 11 نتكلم عن تغير المناخي وهنتكلم فيه عن يعني إيه تنمية مستدامة فدي كلها مجالات وما له بالإعلاقة بالزراعة والغزاء ونقص المياه ودي كلها مجالات العالم متجه ليها ومصر متجه ليها بشدة وبقوة فاللي شايف إنه أو حابب كطالب بقى سنوية عامة وشايف إنه هو حابب حاجة من المجالات دي أنا أشجعه إنه يتجه فيه ولكن هرجع تاني أقول لحضرتك اللي عنده شغف في حاجة مختلفة هقوله أولوية روح اشتغل في اللي أنت عندك فيه الشغف بتاعك عشان يشتغل هو مبسوط واشتغل وإنت مبسوط وعشان تبقى ناجح أنت مش هتبقى ناجح إلا وإنت مبسوط بتعمل اللي أنت بتحبه فلو إنت دلوقتي أنا بقول للمعلومات بقول لتكنولوجيا المعلومات وإنت واحد مش بتاع لها معلومات ولا تكنولوجيا معلومات ولا برو جرامنج ولا بتاع وكبرت إن أنت تشتغل في شغل أنت بتحب الرسم هتعمل إيه؟ ادرس فيه تشكيلي بتحب الرسم هو العالم هيبطل يحتاج الرسم بالعكس مش هيبطل هيبطل يحتاج يعني أنا عندي ناس كتير أو يحبوا موضوع جولري ميكينج مثلا مثلا أنا ما جبتش سرط جولري ميكينج خلاص في اللي أنا قلته بس أنا بحب أعمل جولري ميكين لو طلعت اشتغلت فيها ونجحت فيها هو دا شغلي هو دا اللي أنا أحبه